قال الدكتور محمد عودي والذي شغل منصب مستشار رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات أنه لا يؤيد اللجوء إلى أي نوع من العنف وضف عودي وهو من وليد نيكاراكوى خلال مقابلة خاصة أجريناها في منزله في رمالله أنه يريد نزع السلاح في حال أقيم الدولة فلسطينية وفترك في المقابلة العلاقة بين الجاليات اليهودية والجاليات الفلسطينية في أمريكا اللاتينية قائلا إن هناك تعايش بين الطرفين على المستوى الدولي ما هو الفرق الذي يحدثه دعم أمريكا اللاتينية للقضية الفلسطينية لقد قلنا دائما أن الفلسطينيين والجاليات اليهودية في أمريكا اللاتينية يتعايشون بشكل أو بآخر وبالتالي بدلا من التصدير لصراعنا معهم سنحاول الاسترادة تعايش منهم هذا هو المسار الأكثر منطقية تحركات فتح في أمريكا اللاتينية نحن نتأثر بالكيفية كيف تمكنوا من التعايش كيف كلا المجتمعين كانوا قادرين على التعايش وتأثر بنا السلطة الفلسطينية للفلسطينيين والحكومة الإسرائيلية للإسرائيليين حسنا الآن اليوم أقوله هو بعد أن يصل المرء إلى هذا العمر ولديه هذه الخبرة لا ينظر إلى اليسار أو إلى اليمين ولكن ينظر إلى المنطق إلى حقوق الإنسان وإلى الحق في الحصول على الإمكانية من العيش كجيران أي أن الفلسطينيين لديهم الإمكانية لخلق استقلالهم ودولتهم والعيش بجوار إسرائيل كما يفعل الإسرائيليون هذا هو الشيء الأكثر منطقية ولكن العالم للأسف يستخدم معايير مزدوجة أرى طفلا فلسطينيا وأنا لا أؤيد العنف بأي شكل من الأشكال إن رمي حجر على مركبة إسرائيلية سواء باتجاه المستوطنين أو الجنود أو أي شخص آخر يجب أن ينتج عنه الإلقاء في السجن هذا إرهاب أنا لا أؤيد أو ألجأ إلى أي نوع من العنف ضد أي إسرائيلي أي أن كان لكني لا أفهم متى ندعم طرفا واحدا ونرسل الأسلحة وأنا لا أطلب أسلحة إطلاقا لا نريد الأسلحة لكنني أعدكم باليوم الذي تكون فيه لدينا دولة مستقلة لا نريد أن يكون لدينا سلاح واحد في منطقتنا نريد أن ننزع السلاح بالكامل لا نريد أسلحة لكن هذا مؤلم عندما ترى العالم يرسل الكثير من الأموال والكثير من الأسلحة إلى دولة ما ومع دولة أخرى لا أعرف كم من قرارات الأمم المتحدة حول إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل ولا أحد يفعل أي شيء وبالتالي فإن الجهد الذي نبذله على حد سوى مع شعوب أمريكا اللاتينية لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم أن يصدروا تجربتهم في التعايش لذلك نأمل في أن نتمكن من تحقيق ذلك قريبا هنا هناك تغيرات في الواقع السياسي الإسرائيلي ما هو رأي السلطة الوطنية الفلسطينية في ذلك؟ ما هي نظرتهم لما يحدث الآن بين إدارة ناتنياهو والمعارضة؟ دعونا نفكر في شيء واحد أولا كفلسطينيين لا نريد تدخل في السياسة الداخلية الإسرائيلية ولكننا نعلم أنه من المفيد لنا أن يحدث هذا النزاع في إسرائيل حتى يقف أحد في إسرائيل ويقولون إن الوقت قد حان لإنهاء الاحتلال فلنترك الفلسطينيين كما هم وبدلا من الإنفاق لا أعرف حقيقة كم من ملايين الدولارات على الجيش الإسرائيلي لأنهم يشعرون بالتهديد من قبل الفلسطينيين والإيرانيين أي أن كان؟ لماذا لا نحصل على السلام ونستخدم كل هذه المليارات من أجل رفاهية السكان الإسرائيليين؟ قبل المقابلة تحدثنا عن إيتامار بنكفير مثلا عن المستوطنين ما الذي يقلقك في هذا الأمر؟ ليقول لك الحقيقة إنه مجنون أتمنى أن تعذريني لكنه مجنون أنا قلق أكثر بشاني سموتريتش الذي لديه خطة سياسية والتي تسمى حسم باللغة العربية ويسعى إلى إنهاء الصراع لكن بطريقته الخاصة من خلال إنشاء دولة دينية لمستوطنين اليهود في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية لكن من هي الجرافة والأداء التي تقوم بالعمل القذر؟ بنكفير يخرج ليقول إن اليهود في الضفة الغربية لديهم الحق في التحرك في الشوارع أكثر من الفلسطينيين حسنا لا أعتقد